الآن وقد حطت رحالنا في قضية العولمة عند ورقة هامة من أوراقها إنها أهداف العولمة نريد أن نتحدث عن الأهداف الحقيقية للعولمة صار فينا النظر عن الأهداف المضللة التي يريدها أنصار العولمة وخبراء صندوق النقد الدولي الذين يعدون الشعوب بجنة العولمة التي سيتربع فيها الفرد على عرش العالم لينعم بمباهج التكنولوجيا وزيادة الدخل ورخاء العيش ومن عجب أن هذا التضليل يشارك فيه حفنة من المثقفين العرب الذين يعملون لحساب أمريكا وشركائها فيكتبون المقالات وينظمون المؤتمرات ويستخدمون أسلوب الترغيب تارة وأسلوب الترهيب تارة أخرى دفعا إلى دخول سوق العولمة لكننا وبالأمانة العلمية لا بد أن نقف على أهدافها وهي في النقاط التالية منها التحكم في الاقتصاد العالمي وإخضاعه لمصالح الدول الكبرى وذلك عن طريق حرية السوق والتعامل المشترك بين الدول وتأمين مزيد من الأسواق للاستهلاك ومزيد من الثروات للاستهلاك عليها وذلك ما يؤدي إلى القضاء على اقتصاد دول العالم الثالث ونهبه ثاليا حل مشكلة الوافرة المالية الموجودة في الدول الكبرى وذلك بانطلاقة هذه الدول الكبرى الغربية التي حدث لديها عجز في ميزان المدفوعات كما أن استثمارها هناك لم يعود يعطي سوى عوائد منخفضة فاندفعت دفعا إلى دول العالم النامي لكي تحول أموالها إلى أصول ثابتة ثالثا تشكيل النظام العالمي المالي ليندرج تحت المظلة الرأسمالية الغربية والتي يحكمها الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية رابعا محاولة ربط الإنسان بالعالم لا بالدولة وذلك يعني القضاء على سلطة الدولة والمشاعر الوطنية ودمج العالم في وحدة إعلامية واحدة خامسا الهيمنة السياسية على دول العالم الثالث واستعمار ممتلكاتها وخيراتها بصورة حديثة تتفق مع عصر العولمة سادسا التذويب الحضاري لسائل الحضارات التي تحمل قيما مضادة لقيم الحضارة الغربية وعلى رأسها طبعا الحضارة الإسلامية سابعا وهو الأخطر على الإطلاق من أهداف العولمة القضاء على الإسلام وهو هدف يترتب تماما على تلك المنظومة السابقة من أهداف العولمة ترجمة نانسي قنقر